السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم الغندور والجمهور حلقة جديدة حلقة رمضانية جديدة النهاردة هيكون معايا واحد من احرف اللعيبة اللي جات في مصر خلال العشر سنوات الاخيرة اي نعم هو ما لعبش للاهل وللزمالك لكن كل الناس كانت بتستمتع بالعب ومن اللعيبة ايضا اللي احنا بنحب الكرة تجيلهم لانه كان العيب بتقال عليه العيب حاوي وكان افضل لعب في مصر في لعبة الخماسي ولعبة الصلاة كابتن محمود عبد الحكيم واحد من نجوم بيترو جيت ونجوم النادي المصري وانتاج الحربي وانديه كتير جدا وحاليا بيلعب في المريخ درجة تانية مفاجأة هنتكلم عاف كل حاجة النهاردة وهناخد رأيه في مطشط كأس العالم ومجميع كأس العالم ونتكلم على تاريخه ومتى سيعتزل قرة القدم وليه ترك الدوري الممتاز وراح لدوري الدرجة التانية كابتن محمود عبد الحكيم هو وضيف النهاردة في الغندور والجمهور كالعادة نتواصل من خلال الفيسبوك خاص بي أنا شخصيا هتشوفوه على الشاشة دلوقتي طبعا أتمنى أن كل الناس تعمل لي فولو من خلاله ده الفيسبوك الخاص بي أنا شخصيا نتواصل مع بعض من خلاله بإذن الله كمان صفحة الفيديوهات هتشوفوه على الشاشة دلوقتي وكمان تليفوناتنا الأرضي والمحمول أرقام التليفونات الحبيب يتواصل معي ويتواصل مع كابتن محمود عبد الحكيم في الجزء التاني من الحلقة الله يكون في حقوق كل الناس النهاردة درجة حرارة غير طبيعية أنا ببص على العربية عندي لقيت درجة حرارة 47 ونص 47 ونص أنا ما شفتش صراحة 47 ونص دي من زمان جدا يعني درجة حرارة تصل لـ 47 ونص دي ما شفتهاش يعني درجة أن أنا عندي جوز أختي عايش في دبي قال لي درجة حرارة عندنا 36 وإحنا عارفين أن دبي والخليج والكويت كنت تحط البيضة في الأرض تتسلق الوضع تغير بقت مصر أكتر حر من دول الخليج ربنا يكون فعون كل الناس اللي بتروح الصبح بدري في عز الصيام وترجع قبل الفطار ربنا يكون فعونهم يا رب ان شاء الله ولكن الموجة الحرة من الواضح انها مستمرة غدا ايضا بصورة كبيرة جدا عايز اقول ان احنا اخبارنا مش كتير الدنيا انتهت في كرة القدم المصرية كل بيستعد لكأس العالم النهاردة منتخب مصر حالا دلوقتي بيتمرا تقريبا او بينهي تمرينه في استاد القاهرة يعني بكرة باذن الله كل اللعيم هتسافر الكويت معنا نجميل الكبير محمد صلاح اللي هينضم بعد نهائي الشامبيونز ديج اللي هيقام يوم السبت القادم باذن الله الساعة 9 على ربع بتوقيت القاهرة يوم الجمعة ايضا عندنا مباراة مهمة جدا وهي مباراة مصر ومنتخب الكويت وهي مباراة هتحدد بصورة كبيرة جدا القايمة النهائية 23 اسم اللي من خلالها ميستر كوبر هيختارهم لكأس العالم ان شاء الله في روسيا واللي هتكون اول مباراةنا يوم 15 ستة اول يوم العيد طيب لغاية دلوقتي مدرب النادي الاهلي مش عارفين هو مين لغاية دلوقتي يعني كلها تكاهنات بعض المواقع بتحاول انها تزبق بالخبر يكون عندها صبق اعلامي ولكن في النهاية مفيش مدرب مضى للنادي الاهلي حتى الان اخر حاجة مدرب برازيلي اسمه ابل براجا ابل براجا ده يعني ابل ده محمول يعني قصدي موبايل وبراجا ده يعني بقى نادي في البرتغال بيلعب له كوكا لكن ابل براجا ده خد بطولة كأس العالم الاندية مع انترنسيونالي البرازيلي درب في الخليج الجزيرة الاماراتي مدرب كبير بيحاولوا معاه كلموا شركة التسويق بتاعته يعني من الواضح ان رامون دياز عنده مشكلة كبيرة جدا لم تحل حتى الان كان في اجتماع لمجلس دارة ما طلعوش بقرارات ابارح النهاردة في اجتماع ودي للجنة الكرة دنيا رايحة الفين لكن اكيد هو في مدير فني اجنبي لغاية دلوقتي لم يتم تحديد من هو مدير فني اجنبي لكن في ميلان شوية لامريكا اللاتينية او مدربي القرة امريكا اللاتينية ارجنتيني برازيلي يعني هو ده يعني رغبة النادي الاهلي من ضمن المشاكل رامون دياز ان هو مش عايز زي وزي جروس كده مش عايز اي لا رامون دياز كمان بقى مش عايز اي واحد مش عايز اي واحد مصري في الجاز خالص ولا عايز مدير كورة ولا عايز مدرب حراس ولا عايز اي حاجة لكن يعني في محاولات ان المدير فني الجديد لازم يكون معاة اتنين لازم يكون معاة مدرب ومدير كورة مدرب ومدير كورة غير مدرب حراس المرمى علشان كده يقال ان فيه منافسة ما بين كابتن خالد مصطفى وكابتن ايهاب جلال شاهم جلال المدرب ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي سابقا واحد من اطول الحراس اللي جمفة تاريخ مصر بنتكلم اتنين متر وشوية كابتن إيهاب جلال مرشح أنه يكون مدرب في النادي الأهلي ولكن إيهاب جلال مبارح يعني على حد علمي كابتن أو الأستاذ محمد طويلة يعني رئيس نادي نجوم المستقبل حالياً اللي هيتغير اسمه في الدولي قال إنه هو من ضمن جهاز كابتن ضياء السيد هو والكابتن عبدالزار السقه من الواضح طبعاً كابتن إيهاب جلال حجز مكانه في نجوم المستقبل لكن لو جاله العرض من نادي الأهلي أكيد مش يقدر يرفض لأن نادي الأهلي نادي كبير ما يكون مدرب حراس مارمى نادي الأهلي غير ما يكون مدرب حراس مارمى نجوم المستقبل كمان في مبارح تصدر تويتر طبعاً ترند على تويتر جمهور نادي الزمالك مدرب أجنبي للزمالك ده مبارح تصدر تويتر كل جمهور نادي الزبالك عايز مدرب اجنبي وشايف ان خالد جلال هيبقى عنده مشكلة مع اي نتيجة سلبية ويعني هكون حقاني انا راجل يعني ميال شوية لخالد جلال يعني ميال فكرة ميال لخالد جلال نمرة اتنين فكرة الدعم السعودي سواء بقى من الشيخ مستشار تركي الشيخ واتفق مع رئيس النادي على عدم الاعلان ان هو اللي بيمول بعد مشكلة عبدالله السعيد او من امراء السعوديين او رجال اعمال سعوديين هنا السؤال مرتضى مصور تلقى دعم الدعم ده كان من المفترض ان هو يكون لمدير فني اجنبي طب الدعم ده خلاص مش هيبقى فيه مدير فني اجنبي هيبقى هيخش خزينة نادي الزمالك كمان هي المشكلة خالد جلال المدرب كويس صنع البسمة لجمهور نادي الزمالك وصنع بطولة كانت مهمة جدا لنادي الزمالك ونقطة التحول ومن غير كده عشان اكون حقاني هو صنع شيء في الملعب يعني مختلف تماما عمل توليفة عمل شكل لنادي الزمالك داخل الملعب عنده فكر بيلعب كل مباراة على حدة مباراة الاهلي غير مباراة الاسماعيلي غير مباراة السموحة غير مباراة الانتاج غير مباراة الأصيوتي كل مباراة بيلعب على حسب الفريق اللي قدامه ولكن هو تخوف جمهور نادي الزمالك التدخل اللي ممكن يلقاه من رئيس نادي الزمالك وأولها قيد اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين واستقدام لعبين جدد هل سيتدخل فيها مجلس الإدارة أم هيكون قرار فقط من خالق جلال وهو الطبيعي والمنطقي إن المدير الفني هو اللي بقيده قرار خصوصا بعدما القيمة أصبحت 25 رغم أننا يعني اتحاد القورة يعني مش عايز أقول هيقطع عيش ناس كتير بالقرار دوت سواء اللاعبين لأن 25 قيام 25 هتكون على الدرجة الأولى والدرجة التانية فبالتالي فيه لعبة كتير جدا هتقعد في البيت مش هتلاقي نادي غير إن وكلاء اللاعبين طبعا هيتخنقوا يعني وكلاء اللاعبين اللي كانوا مقضينها سبوبة وهم بعض وأعضاء مجلس الإدارة وبعض اللي بيشتغلوا في الجهاز الفني ومديرين الكورة على مستوى مصر يعني ويعني والمشرفين على الكورة وبتاع حيلقوا يعني السبوبة هتتقفل عليهم شوية لكن في النهاية هو قد يكون قرار سليم لكن توقيته غير سليم لأن خصوصا الأندية الكبيرة زي الأهل والزمالك متعقدين مع لعبة بملايين الملايين منهم لعبة أجانب فأنت بتتكلم على إن فجأة أنت مطالب أن أنت تمشي عشرة واثنشر لعب من الأندية الكبيرة وبالتالي هم كمان لازم يوصلوا الاتفاق معاهم ولازم لو العشرة واثنشر دول مشوا يروحوا أندية يتم إعارتهم الأندية والأندية اللي هيتم إعارتهم لها ما عندهمش مكان في القايمة يعني يكون عندهم مكان لواحد اتنين إعارة لكن مش هيكون عنده لأن قرار دي الزمالك والأهلي مثلا مطلعين مثلا ساعة سبعة تمانية إعارات غيرها يطلعوا عشرة يبقى عندهم تمنتاشر لعب إعارة طب الأندية هتتوزع دول هيتوزعوا على أندية إيه ودول هيخلوا فيه لعيبة موجودة في الأندية التانية تمشي ومش هيلاقوا أندية فبالتالي نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك كان عنده وجهة نظر قد تكون وجهة نظر سليمة وهي أن فيه يكون مرحلة انتقالية يعني يتقال زي كده ما عملوا في دور الدرجة التانية مرحلة انتقالية إن السنة دي مثلا هيخلوها مثلا 28 القايمة السنة اللي بعدها يبقوا 25 أو هتبقى كما هي 30 والسنة جاية هتبقى 25 لكن فجأة كده بعد شهر مطالب أن أنت تمشي 12 وتجيب 4 أو تمشي 15 وتجيب 5 طبعا الموضوع صعب جدا جدا على الأندية وخصوصا الأندية الكبيرة وده اللي خلى رئيس نادي الزمالك معطلط على هذا القرار بشدة ولكن من الواضح إن اتحاد الكرة اتخذ قراره ولن يعود فيه خلاص قولا واحدا القائمة المسلم الجديد 25 لعب منهم أربع أجانب ومنهم واحد سوري وقد يكون واحد فلسطيني وكمان معهم 3 حراس أجانب يعني كل نادي ممكن بالشكل الجديد يكون عنده 16 لعب مصري في القائمة بتاعته 16 لعب مصري في القائمة بتاعته طيب نروح لخبر آخر وهي إن نادي الزمالك تعاقد مع شركة بريزنتيشن بمبلغ كبير يعني أربع سنوات كل سنة بمئة مليون جنيه يعني بنتكلم بربعمائة مليون جنيه طبعا هو مبلغ كويس جدا لرعاية نادي الزمالك خصوصا إن نادي زمالك ما وصلش للمبلغ ده قبل كده فده شيء كويس جدا يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك ومن واضح إن الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن بجانب المشاري المرتضى منصور وهو بيعلن رسميا تعاقد النادي مع شركة بريزنتيشن مرة أخرى لمدة أربع سنوات قادمة ودي الصورة الرسمية لأبطال كأس مصر اتصوروا كان من المفترض إن الصورة الطبيعية والمنطقية تتصور في الملعب ولكن نظرا للحر الشديد جدا 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 بجانب أيضا ده أحمد الشناوي هو حر الشديد جدا جدا في الملعب والصيام خلوهم ياخدوها في الصلاة المغطاة يعني الناس برضو استغربت شوية من السجاجيد اللي كانت موجودة تحت اللاعبين لكن في النهاية استقبال بعض اللعيبة لأحمد الشناوي كان من المفترض أحمد يكون في التدريب النهاردة مع منتخب مصر استعدادا لكأس العالم ولكن قدر الله ما شاء فعل ويعني عسى أن تكره شيئا هو خير لكم وربنا يرجع أحمد الشناوي بالسلامة بإذن الله طيب نروح أيضا لخبر آخر النادي الإسماعيلي بيفوض الجزائري خير الدين مدوي خير الدين في يوم الأيام كان مدرب فريق الجزائري اللي استطاعن يفوز بكأس السوبر على حساب طبعا النادي الأهلي بضربات الجزاء الترجحية على ما أتذكر كمان زمالك بيرحب ببيع كهرباء بمئة وعشرين مليون جنيه خمسة مليون استرليني معرفش يعني هل في نادي انجليزي هيدفع في كهرباء هذا المبلغ على المهم المبالغ دي ما بقيتش مبالغ كبيرة جدا في عالم قرة القدم بعد اللي احنا بنشوفه لكن يعني أعتقد هو كهرباء نفسه ما عندوش رغبة بقاء في نادي الزمالك وعنده رغبة في الرحيل وتكملت مشوار الاحتراف الأوروبي بقى مش الخليجي المرة دي نادي الزمالك طلع ستين ألف جنيه النهاردة صرفهم لكل لاعب وناس بتلفوز بكأس مصر في أكتر من لاعب سفروا يعبلوا عمرة منهم محمود علاء وطبعا أيمن حفني دلوقتي ممكن يكونوا في الطيارة متوجهين لطبعا الأراضي السعودية لعمل عمرة وربنا يتقبل منهم جميعا بإذن الله يوسف أوباما وأيمن حفني ومحمود علاء كمان الزمالك بيصرف دفعات جديدة من مستحقات لعبيه والزمالك هيخود السوبر من غير طارق حامد ومن غير محمود علاء جمهور الزمالك يعني ابتدى يلوم الحاج عامل حسين لأن من موسم مضى أو سابق الموسم قبل الماضي كان أحمد فتحي وحسام غالي موقوفين بإنذار ثالث فكان قرار الحاج عامل حسين ما فيش وقت لإقامة المباراة وبالتالي هتقام في فبراير أو في يناير وتم تأجيلها واستطاع أحمد فتح حسام غالي إن هم يلعبوا هذا اللقاء سبحان الله حسام غالي ضيع ضرب الجزاء في هذا اللقاء لكن الحاج عامل حسين قال إن دلوقتي فيه وقت ووقت مناسب قبل بداية الدوري قبل يوم 3-8 لإقامة السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك واللي يقال إنه يقام فيه الكويت طبعا هذا اللقاء طالما حصل اللعب على إنذار ثالث لن يستطيع إنه هو يلعب المباراة القادمة أو المباراة محلية وطريق حامد ومحمود علاء مش هيلعبه أول مباراة لنادي الزمالك سواء السوبر أو سواء الدوري المصري واحد فيهم اللي هيبتدي الأول كمان خبر آخر اتحاد الكورا يطالب الأندية بـ 200 ألف جنيه يعني قبل بداية البطولة كده كل واحد نادي هيدفع 200 ألف جنيه من الـ 18 نادي عشان مستحقات الحكام المصريين الأخصاء العلاج الطبيعي لليفربول هينضم لمنتخب مصر في المونديال بناء على طلب نجمنا الكبير محمد صلاح وكوبر بيدعو طبعا جهاز المنتخب على مقدوبة إفطار في 6 أكتوبر جنب البيت اللي هو ساكن فيه في 6 أكتوبر كمان رسميا اتحاد الكورا هيفتح باب القيد للانتقالات الصيفية للأندية 3 يونيو يعني 3 ستة هيفتدي فتح باب القيد للأندية والنادي الأهل اللي غادة دلوقتي مش عارف يعمل معسكر إلا ما ييجي مدير فني أجنبي عشان يحدد الأهل يعمل معسكره فين جايله عروض من النمسا وجايله عروض من ألمانيا وجايله عروض من أمريكا تمام تذاكر مباراة مصر وروسيا في كأس العالم قربت على النفاذ يعني قربت تخلص كمان صلاح محسن بعد تقلقه ابتدت بعض القنوات تعمل مع حديث أو بعض المواقع يعني كان له تصريح كده غريب شوية يعني قال إن النادي الأهلي مزاي عندها أخرى بتفرح إنها تكسب مطشين طبعا صلاح محسن لعيب كويس جدا وأنا شايف إنه هو لعيب مميز وهيكون لعيب مهم في النادي الأهلي الفترة اللي جاية لو لعب في مكانه رأس حربة ورغم إن أنا أشك إنه هيلعب في هذا المكان في ظل وجود لعيبة جمدة جدا هتيجي النادي الأهلي وفي ظل وجود وليد أزارو أو لعيب رأس حربة لكن هيلائمه نفسه مع لعيبة أخرى لكن طبعا اللي أنا عايز أقوله إن صلاح محسن من خلال معرفتي به من هو في امبي معرفتي يعني بمدربين وكده إن هو لعيب كويس جدا لعيب يعرف بيلعب بدماغه كويس جدا لعيب يعرف يجيب جون لكن عنده مشكلة في فكرة التركيز فقط على كرة القدم وبالتالي من المفترض إن صلاح محسن اختار النادي الأهلي وسعيد بوجوده في النادي الأهلي عليه أن يكون محبوبا من الجميع من جمهور الأهلي ومن جمهور الزمالك يركز مع فرقته ما يبتديش يدي تصريحات ضد الفرق الأخرى ليه يخلي الجمهور الثاني يكرهه إنت بتلعب في نادي جبير اسمه النادي الأهلي ركز مع فرقتك حاول تصنع الفرق مع فرقتك وده اللي هيخدنا يا جماعة للعيب زي محمد صلاح قبل منهي ونستقبل محمود عبد الحكيم محمد صلاح يا جماعة ده يحسب على الكرة المصرية ولا يحسب لنفسه ولا يحسب لمن محمد صلاح لعيب طلع عينه طلع عينه بمعنى طلع عينه عشان يوصل إنه يكون لعيب كرة بيركب مواصلات يقعد طول النهار 7-8 ساعات مواصلاته وميكروباساته وتوكتك وعشان يوصل للمقولين العرب ووتوبيساته وبعد كده يوصل ويتمرن ويطلع عينه في التمرين يباد في قوضة قد كده وبعد كده ما يبادش يرجع تاني البيت 7-8 ساعات يعني قعد سنوات على هذا المنوال لغاية مليع فريق أول وربنا قرمه وابتدى ربنا يكرمه جات له عروض من الأهل والزمالك بعض الأندية رفضوه وهو قرر أنه هو يعمل فترة معايشة راح راح محدش له دعوة بمحمد صلاح ولا فرقين ولا عنده نجومية ولا عنده إعلام يسنده لأنه ما بلعبش الأهل والزمالك راجل اطلع عينه بره وركز وابتدى يبني مشواره الكروي من 20-12 من 6 سنين فاته 6 سنين فاته ما كانش في حد يعرف محمد صلاح يعني لو كنا مشينا في الشارع مثلا ع عين 12-12 قلنا الواحد من الجمهور المصري ايه رأيت في محمد صلاح يقولك محمد صلاح مين بلعب في المقولين وفي العيب بلعب في المقولين اسم محمد صلاح اه اه ده جاب جن في الأهلي اه 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 العيب اه ماش دلوقتي مفيش حد في العالم ما يعرفش محمد صلاح وده نموذج لشاب مصري تعب وعرق واكتهد دلوقتي الكل عايز يجني ثمار تعبه واجتهاده وكل واحد عايز يحسب لنفسه اه 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 يعني نجومية هذا اللاعب لكن انا موجة نظري ان نجومية هذا اللاعب فقط تحسب ليه هو تعب عرق تحمل الغربة الهوم سيكنس مرض الغربة اه 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 تزوج اه من هو صغير السن عشان ركز في الكرة اه اه ملتزم في كل حاجة اه دماغه اه اه ودته لحتة لم يكن هو يتوقعها او اقرب المقربين ليه يتوقعها له يعني النهاردة ما يتقال ان هو هياخد احسن لعفة العالم او احسن لعفة افريقيا محدش كان يتوقع ده وده يحسب لمحمد صلاح قد يكون محمد صلاح مش هو الامهر في تاريخ الكرة المصرية مش هو الاحرف في تاريخ الكرة المصرية لكن سابقى محمد صلاح وقد يكون الوحيد في التاريخ افضل لاعب تاريخي للكرة المصرية وعالمي للكرة المصرية وافضل منصر على الانجازات عالميا واشهر مشهور في الكرة المصرية على مدار تاريخها من وجهة نظري هذا الانجاز اللي وصل له محمد صلاح لا يحسب الا لمحمد صلاح فقط نطلع لفاصل ونستقبل واحد من حواة كرة القدم المصرية اللي قارب على الاعتزال محمود عبد الحكيم هناخد رأيه في امور كثيرة جدا تتعلق بكرة القدم وما تتكلم مع العيب حريف اما تتكلم مع العيب حريف لازم تركز مع كل كلمة بيقولها نطلع للفاصل ونستقبله والله بنا